الفاب قسمني برضو ال-ALL acute lymphoblastic leukemia انا عايز اقول برضو قدي النبز عن الفاب ان هم علماء من فرنسا وامريكا وبرطانيا اجتمعوا مع بعض خدوا ال-patient اللي هو شكين فيه ان هو leukemia عملو له CBC وعملو له اختبارات اخرى هنتكلم عليها الاختبارات دي اصفرت على ان هم عملوا diagnosis للأكيوت leukemia اتكلمنا عن اكيوت myeloid leukemia دلوقتي هنتكلم عن اكيوت lymphoid leukemia او AL اسموني ال-ALL الى L1 بتكون الخلايا فيها اللي هما شافوها small homogenous plus كلها صغيرة وشبه بعض بلاست شبه بعض وغالبا دي بتبقى في الشلدنين في الاطفال L2 العكس large خلايا كبيرة heterogeneous مختلفة في الحجم بلاست بلاست بارتوب بس ايه نوع اخر كبير مختلف في الحجم ودي غالبا بتكون موجودة في الادلتس L3 النوع الثالث لقوا مميز شوي لقوا بيزوفيلك بيزوفيلك يعني ايه يعني السايتو بلاست داع مزرقة قوي هنشوف وخلايا كبيرة برضو ولقوا فيه vacures فجوات هنشوفها في الشرايح باسم الله تعالى وسموها باسم عالم العلماء المشهورين جدا اللي اكتشف فينا اول نوع من انواع من هذا من السابتايب ده اسمه بيركت ترجمة نانسي قنقر